السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي الرائعين في الصف الخامس ابتدائي معي في مادة لغتي للفصل الثالث فأهلا وسهلا بكم أحبتي في درسي أولا وبداية يجب أن نتفق على أن نلتزم بالقوانيل التي سنضعها قبل بداية الدرس أولا علينا أن نستعد ونختار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج بعيدا عن أصوات تجمعات حتى أكون بكامل انتباهي بعد ذلك يجب علي أن تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم حتى لا يفوتني شيء من دروسي أيضا أبنائي وبناتي أن أستعد وذلك بتجهيز الكتاب المدرسي والألوان والأقلام جميع ما أحتاجه يكون بالقرب مني أيضا أجلس جلسة صحيحة وأستمع إلى درسي بكامل تركيزي وأكون حاضر الذهن وأتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له رسالة إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث وذلك للتوجيه والإرشاد عنوان الدرس هو معرفة الإشارات الإرشادية المجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند هي المهارات الاجتماعية بالإضافة إلى المهارات الحركية الدقيقة الهدف العام من الدرس أن يتعرف الطالب والطالبة على معاني ورموز الإشارات الإرشادية الأهداف التدريسية الذي أسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها بإذن الله أولا أن يذكر الطالب والطالبة أسماء الإشارات الإرشادية ثانيا أن يربط الطالب والطالبة مدلول الإشارة الإرشادية بمعناها ثالثا أن يكتب الطالب والطالبة المعنى المناسب لرمز الإشارة أنواندرسي هو معرفة الإشارات الإرشادية نتذكر معاني الرموز والأشكال للرموز الإرشادية أولاً ثلاث أشكال الشكل الأول ما هو؟ قلنا شكل المربع ويعني ماذا؟ أحسنتم أن اللوحة أو الرمز الذي بداخله هو لوحة إرشادية مثال على ذلك انظروا رمز الطائرة هنا داخل إطار مربع إذن هو يرشدنا عن مكان المطار إذن بعد ذلك ننتقل ونشاهد إطار ماذا؟ الإطار الثالث من الأشكال أحسنتم الدائرة يعني إلزامية لوحة إلزامية مثال على اللوحة الإلزامية أحسنتم أن هذا الملف أو من اتجاهها هنا أبل اتجاه اليمين يمكنك الالتفاف بهذا الاتجاه يمكنك الالتفاف إلى اليمين أو مع هذا المنعطف يمكنك الاتجاه إلى اليمين هذا معناتها لوحة الإلزامية أيضاً قد تكون بشكل آخر وهنا الشكل يحذر وينبه شكل ماذا؟ شكل المثلث معذرة شكل المثلث شكل المثلث هو عبارة عن ماذا؟ لوحة تحذيرية إذن الرمز اللي بداخله هو رمز تحذيري مثال على ذلك أنه طريق قلنا ماذا؟ أحسنتم تنبه وتحذر قائد المركبة طريق أمامك غير مستوي عليك أمام ماذا؟ أن تخفف من سرعتك الآن صل بين العامود الأول وما يناسبه من العامود الثاني في العامود الأول ماذا تشاهدون؟ أحسنتم لوحة هو شكل دائري يعني لوحة إلزامية ماذا تخبرنا هذه اللوحة الإلزامية؟ ماذا يوجد بداخلها؟ هل يوجد بداخلها رمز طيارة؟ ما الشكل الذي بداخلها أو الرمز؟ سيارة كم سيارة؟ إثنتان إذن ما اللوحة المطابقة لها في العامود الثاني؟ أي شكل يطابقها في العامود الثاني؟ الشكل الأول ولا الشكل الثاني؟ أحسنتم الشكل الثاني هو المطابق للصورة أو اللوحة في العامود الأول الآن مطلوب مني أن أكمل الصورة بما يطابقها أولا أمامي جزء من هذه اللوحة ما هذا الجزء؟ ما لونه؟ أحمر أحمر تماما والشكل ماذا؟ نصف دائرة إذن حتى تكتمل النصف دائرة نبحث عن نصف دائرة أخرى جميع الشكلين هنا نصف دائرة ولكن المميز في الشكل هنا أن لونها ماذا؟ أحمر أحسنتم إذن الشكل الأول غير مناسب وإنما الشكل الثاني المناسب له يا ترى يا ترى ماذا تعني هذه اللوحة الإرشادية؟ ماذا تعني؟ أحسنتم ممنوع الدخول ممنوع الدخول أحسنتم رائع أبنائي وبناتي سننتقل اليوم ونكمل قصتنا مع صديقنا أحمد أحمد ودراجته الجديدة اليوم أحمد يملك دراجة جديدة سنرشاهد ماذا حدث مع أحمد اشترى أحمد دراجة مع والده وأثناء خروجه من المحل الألعاب ويسير في الطريق قال لوالده أريد أن أركب دراجتي وألعب بها على الرصيف قليلا حتى نصل إلى الحديقة قال له الأب ولكن يا أحمد انظر إلى اللوحة التي أمامك وهي تعني ممنوع ركوب الدراجة يسمح لك فقط بمسك الدراجة وتسيرها ولا يسمح لك بركوبها هنا سنذهب الآن إلى الحديقة انتظر يا أحمد الإشارة حمراء لا نستطيع العبور على خط المشاه انتظر قليلا حاضر يا أبي ومتى نسير حتى تصبح الإشارة خضراء الآن نستطيع أن ننطلق يا أحمد انطلق أحمد مع والده وذهبوا إلى الحديقة إذن أبنائي وبناتي من يستطيع أن يصف الصورة التي صف الصورة التي أمامك أبنائي وبناتي ما الصورة التي أمامكم من يستطيع أن يصفها لي أولاً اللوحة بشكل دائري أحسنتم ما الرمز الموجود بداخلها من يلاحظ الرمز الموجود بداخل هذه اللوحة رائع إنه رمز أو شكل دراجة هل تعرفون ماذا تعني؟ قد أخبرنا والد أحمد في القصة ماذا تعني؟ تعني أنه ممنوع ركوب الدراجة أحسنتم أبنائي وبناتي إذن عندما نشاهد هذه اللوحة أي أنها تعني ممنوع ركوب الدراجة في هذا المكان ولكن يسمح لنا بمسكها وتسييرها دون ركوبها انتبهوا أبنائي وبناتي جيداً إذن ممنوع ركوب الدراجات الآن أمامي لوحة إرشادية أبنائي وبناتي من يخبرني؟ ثاني أخضر أخضر تغير اللون إلى اللون الأخضر معناته ماذا؟ يمكنني أن أسير تماماً لاحظوا الشخص هنا يمثل شخص ماذا؟ يسير أحسنتم أما في الإضاءة الحمراء ماذا تعني؟ أحسنتم أنه يجب علي أن أنتظر ولا أقطع الشارع حتى تصبح الإشارة الضوئية لونها أخضر إذن هذه إشارة ليست لماذا؟ أحسنتم ليست لقائد المركبة وإنما لماذا؟ للمشات إذن هذه إشارة المشات إشارة من أبنائي وبناتي؟ المشات لاحظوا لكيف عرفناها للمشاة؟ مرسوم عليها ماذا؟ كأنه شخص صح؟ إذن هي مخصصة للمشاة وليس للمركبات والسيارات وما إلى ذلك وإنما فقط خاصة بالمشات رائع أبنائي وبناتي ننتقل بعد ذلك ونشاهد الفرق بين الإشارتين الضوئيتين التي أمامكم ما الفرق بينها؟ أحسنتم ملاحظة رائعة الإشارة هذه أكبر الإشارة الضوئية؟ أكبر وكم فيها لون؟ ثلاث ألوان فيها الأحمر وفيها الأصفر وفيها الأخضر إذن أما الثاينة الإشارة الضوئية الأولى هنا أصغر نلاحظ وفيها فقط لونان اللي هو اللون الأحمر واللون الأخضر طيب من يكتشف لي اختلاف ثاني؟ عرفنا إنه هذه أكبر وفيها ألوان أكثر اللي هو فيها اللون الأصفر اللي يدر على استعد طيب أيضا اختلاف آخر بينهم هذه مخصصة لمن؟ قلنا أحسنتم للمشات وهنا الإشارة الضوئية مخصصة لمن؟ مقائدي المركبات رائع إذن اللي يقود سيارة ينتبه للإشارة الضوئية الكبيرة اللي فيها ثلاث ألوان إذا شافها أحمر يقف إذا شافها أصفر يستعد إذا شافها أخضر ينطلق أما الذي يقف على أقدامه ويريد قطع الشارع أو قطع الطريق ماذا عليه؟ أن ينظر إلى الإشارة الجانبية الصغيرة اللي فيها كم لون؟ لونان الأحمر وتاني انتظر عليك أن لا تقطع الشارع الآن الأخضر يمكنك السير أبنائي وبناتي إذن هذه إشارة المشاه أما الإشارة الضوئية الأخرى فهي إشارة للسيارات وهي أشك جميعها إشارات مرور الآن أبنائي وبناتي سنذهب مع ماذا؟ مع رجل المرور ونشاهد وننطلق في لعبتنا حتى نضع اللوحات في مكانها الصحيح نطلق الصافرة ونستمع ممنوع ركوب الدراجات أي لوحة؟ ما شكلها؟ هي الوحيدة فقط ممنوع ركوب الدراجات إذن الشكل الداخلي يكون ماذا؟ أحسنتم رائع الشكل هذا اللي يوجد بداخله دراجة تعني هذه اللوحة ممنوع ركوب الدراجات هنا إشارة مشات أيهم تدل على إشارة مشات؟ اللي فيها كم ضوء؟ ممتاز ضوء أحمر وضوء أخضار ممتاز أبنائي وبناتي إجابة صحيحة رائع إذن أبنائي وبناتي تعلمنا اليوم لوحة إرشادية تعني ممنوع ركوب الدراجة في هذا المكان لوحة أخرى أو إشارة ضوئية خاصة بالمشاة عندما نريد السير على الطريق يجب أن ننتبه إلى الإشارة الضوئية الخاصة بالمشاة أحمر تعني ماذا؟ انتظر أخضر سر رائع أبنائي وبناتي ماذا لو؟ انظروا معي هنا أبنائي وبناتي ماذا لو لم يمكننا لا يمكن السيارة التي في الخلف تجاوز السيارة الأمامية ما اللوحة الإرشادية التي تخبرنا بأنه ممنوع التجاوز؟ ممنوع التجاوز انه سيارة اللي في الخلف ما تتجاوز السيارة اللي في الأمام وتسبقها أي لوحة؟ الأولى والأثانية والأثاثة ممنوع التجاوز أيهم؟ أحسنتم أبنائي وبناتي اللوحة الأولى يوجد بها كم سيارة؟ سيارتان أي أنه لا يحق للسيارة الحمراء في الخلف أن تتجاوز السيارة الأخرى اللي هي السوداء أنه عليها ماذا؟ أن تقف وتسير على مهلها خلف المركبة الثانية يا أبنائي وبناتي أما أنتم أريد منكم أن تلتزموا بالإشارات الضوئية أيضا بالإشارات واللوحات الإرشادية حتى نحافظ ونكون ماذا؟ على درجة من الوعي ونحافظ على أنفسنا حتى ماذا؟ ماذا لو سرت والإشارة حمراء؟ خاصة بالمشاه أتحرض لماذا؟ أحسنتم لحادث سير لا قدر الله لذا لا نريد ذلك أريد أن ننتبه ونلتزم بالإشارات الإرشادية أستودعكم الله وألقاكم على خير كان معكم معلمتكم منال صالح الغريب